اشتركوا في القناة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة رئيس جمهورية الشيشان الصديقة بمناسبة زواج نجله علي وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التهاني والتبركات إلى فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة وتمنيات سموه للزوجين حياة أسرية حافلة بمغفور الصحة والسعادة والتوفيق ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالعلاقة المتينة المترابطة بين مملكة البحرين وجمهورية الشيشان الصديقة على مختلف الصعود وحرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لتوضيل علاقات الصداقة وأواصل التعاون بين البلدين وترسيخها بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد وصل إلى جمهورية الشيشان الصديقة حيث كان في استقبال سموه كبار المسؤولين هذا وغادر بحفظ الله ورعايته سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة جمهورية الشيشان الصديقة بعد حضور سمو حفل زواج علي نجلة فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن عظيم شكره وتقديره إلى فخامة الرئيس رمضان قديروف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنية سموه لجمهورية الشيشان الصديقة دوام التوفيق والازدهار سموهورية الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن عظيم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة